قال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة الطيران فلاي دبي لمراسلنا أنه يأمل في أن تحل المشكلة التأخير في التأشيرات لسكان الإمارات مشيرا إلى أن هناك إقبالا شديدا من قبل الإماراتيين على مراكز إصدار التأشيرات لإسرائيل طبعا الفيز نحن الحمد لله يعني في فلاي دبي قدرنا أن نحن نوفر للمواطنين الإسرائيليين طريقة دخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة جيدة عن طريق الحجز وداونلوديك باسبورت تحصل إذن دخول نتمنى طبعا من الحكومات أن نتسرع في تطبيق قرار منح الفيز للمواطنين دولة الإمارات العربية المتحدة والإسرائيل في دولة إسرائيل وفي دولة الإمارات وأنا متأكد هذا الشيء بيكون معانا خلال الأيام الجاهدة بالنسبة للأخوة العرب نحن دائما نعتبر نفسنا جزء منكم أنتماءكم نحن امتداد للعرب اللي في إسرائيل وأنتوا امتداد لأننا نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة ونجاحنا من نجاحكم نحن فخورين فيكم في النجاحات اللي قدمتوها أنتم في دولة إسرائيل وينضم إلينا من تل أبيب مراسلنا عمر ربيع عمر أهلا بك إذن أجريت مقابلة مع غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة الطيران فلاي دبي يعني استمعنا إلى ما قاله لكن هناك الكثير مما قاله لم يبث إذن أبرز النقاط التي استخلصتها من هذا الحوار نعم محمد إذن أبرز مما قاله أو أدل به غيث الغيث هو أنه سيمكن في إسرائيل ثلاثة أيام خلالها سيجري عدة لقاءات مع وكالاء سفر هنا في إسرائيل وأيضا سينزل إلى الميدان إلى بعض المدن الإسرائيلية التي يطلع عن كثب على أحوالها بما يخص السياحة طبعا ولكن أبرز ما قاله هو أنه سيلتقي بأصدقاء له هنا في إسرائيل أولئك الذين لم يلتقيهم لعدة من فترة زمنية بعيدة وهذا يدلل على أنه على ما يبدو يمكن الاستخلاص من حديثه أن لديه أصدقاء في إسرائيل أن العلاقات ما بين شركة إفلاي دوبي وهنا جهات إسرائيلية لديها سوابق لربما قبل توقيع اتفاق السلام قبل أشهر وهذا ما يؤكد على التقارير التي تقول أن هناك علاقات كانت بالسر بين إسرائيل والإمارات هذا أولا ثانيا الغيث كان قد صرح في السابق عن ثقته بالسلطات الإماراتية في قدرتها على حماية السياح الإسرائيليين حينما يصلون إلى دبي خصوصا وأن هناك حدود ما بين دبي وإيران وهناك العديد من الإيرانيين الذين يعملون في دبي وأيضا تطرق إلى قضية الغلاء الأسعار في دبي بالنسبة للسياح الإسرائيليين حيث قال أن السياح في إسرائيل سيكون لديهم العديد من الخيارات للمنتجات والخدمات في دبي وذلك سينتج عنه العديد من المنافسة ما سيصب في النهاية المطاف في صالح السائح الإسرائيلي إذن تدشين خط الجو بين إسرائيل ودبي انطلق اليوم وسيكون هناك ستسير شركة فلاي دبي رحلتين من جو يوميا بمعنى أنه سيكون خلال أسبوع 14 رحلة جوية ستقوم بها هذه الشركة التي تمنع تذاكر بأسعار أقل نعم يعني من ضمن هذه الأربع عشرة دعنا نقول رحلة من وإلى الإمارات من إسرائيل عمليا هل ستكون شركات أخرى غير فلاي دبي عامل من بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين التانيه قال بأن ستكون هناك رحلات أخرى بالطبع بالطبع 14 رحلة أسبوعية فقط لفلاي دبي نعم نعتذر عن هذا الخلل الفني نشكرك جزيلة شكر عمر ربيع مراسلنا كنت معنا من تل أبيب جزيلة المترجم للقناة